بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الشهر الفضيل في حوار مفصل ومطول مع الأخوة العزاء في صفحة الفيسبوك حول هذا السؤال المهم أين المشكلة في الاعتقاد بأن مقتدى الصدر أو هذا أو ذاك هو المهدي المنتظر لماذا ينزعج مقتدى الصدر من ما يسمى بأصحاب القضية الذين يقولون بأنه هو المهدي المنتظر الحقيقة يعني فكرة المهدي المنتظر تختلف بين ما يسمى السنة وما يسمى الشيعة هي فكرة لا توجد في القرآن الكريم بوضوح وبصراحة أنه هناك شخص سوف يغير العالم وينشر القصة والعدل ويمنع الأرض قصة وعدلة بعد أن ملأت ظلما وجورا لا توجد هذه الفكرة في القرآن الكريم بصراحة ولكنها توجد في بعض الأحاديث أخبار الآحال التي تنسب إلى النبي وهي أحاديث مختلفة أيضاً يعني مرة نسمع أن النبي قال النوام علي أنك أول المهديين مثلاً أو المهدي من ذريتي أو المهدي في أبناء الحسن أو أبناء حسين وما شابه أحاديث يعني مختلفة لذلك في القرون الأولى الإسلامية طبعاً كانت الفكرة يعني عامة أي واحد كان يمكن يطلق عليه هو المهدي وكلمة المهدي كانت تعني العادل الإمام يعني الرئيس يعني القائد الزعيم العادل وعندما سأل ابن عباس أو ابن عمر أو أحد الصحابة سأل بعض الشيعة الذين قالوا بأن محمد بن حنفية هو الإمام المهدي ماذا يعني ذلك؟ ولماذا تقولون ذلك؟ فقالوا بأن يعني نعني بالقائد أو الإمام العادل هذا معناته ثم الفكرة طورت إلى الإمام زيد مثلاً أمل الشيعة أن يكون هو الإمام العادل في مقابل الظلم الأموي وأيضاً عندما ولد محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بالنفس الدكية أبو قال أرجو أن يكون هذا هو المهدي سموه محمد بن عبد الله على أساس أنه كانت هذه الأيام الحديث المنتشرة أنه اسمه اسمي واسمه أبيه اسمه أبي فهذا محمد بن عبد الله هذا هو سيكون المهدي واعتقد كثير من الشيعة بأنه المهدي وأنه غاب كما اعتقدوا بأن محمد بن حنفية هو المهدي وأنه غاب في جبال رضوة ثم الفكرة بدأت تنتقل من واحد إلى آخر إلى الإمام الباكر إلى الإمام الصادق أناوسية قادة هو المهدي المنتظر المهدي العباسي أبوه سماه المهدي وخلف المنصور يعني الإمام موسى الكاظم قال قسم من الشيعة الإمامية الذين قالوا بإمامته بأنه لم يموت ولم يقتل في السجن وأنه حرب من السجن وأنه هو المهدي المنتظر ثم الفكرة كانت يعني منتشرة بين مختلف الفرق الإسلامية وشيعية بالخصوص عندما توفي الإمام الحسن العسكري عن غير ولد ظاهر أو معلن وقع الشيعة في حيرة وظلوا يعني في ينتظرون قال بعضهم بأن لديه ولد وهو الإمام الثاني عشر ولم يقولوا في البداية أنه هو المهدي المنتظر في تلك الأوقات في فترة الغيبة الصغرى خرج الإمام المهدي الفاطمي الإمام أبيض الله المهدي وقال أسس الدولة الفاطمية ولم يخف العباسيين ولم يخشب من أحد وأقام الدولة التي امتدت من المغرب إلى كل شمال إفريقيا إلى مصر ثم إلى الحجاز ثم إلى الشام في مقابل هذا المهدي العباسيون والبويهيون روجوا لفكرة أنه لا هذا الإمام المختفي ابن الحسن العسكري هو المهدي المنتظر فصار أنه فكرتين ندمجوا مع بعض أنه هو الإمام المعين من قبل الله تعالى لقيادة الأمة الإمام الإسلامية وأنه هو المهدي المنتظر ففكرتين امتزجتا مع بعض ومنذ ذلك الحين ولد المذهب الاثنى عشري في القدر الرابع الإجري على اعتقاد أن هناك إمام الثاني عشر غائب وهو المهدي المنتظر وهذه الفكرة كانت سلبية لأنها خدرت الشيعة ألف عام ألف ومئتين عام وحرمت عليهم الثورة وإقامة الدولة وتطبيق كثير من أركان الإسلام مثل ساعة الجمعة أو غيرها وكان يقولون كل راية قبل راية المهدي هي راية ضلالة وصاحبها طاغوت ونعبد من دون الله فما يجوز واحد يسوي أي شيء لا يشكل حكومة ولا يقيم ثورة ينتظر فقط إلى فترة قصيرة جدا إلى الستينات من القرن الماضي المرجع السيد المحسن الحكيم رفض تشكيل حزب الدعوة ودعاهم إلى نشر الإسلام نشر التدين وعدم التفكير في السيطرة على السلطة أو إقامة حكومة قبل حوالي قرنين يعني هاي الفكرة مخدرة كانت وفكرة غير معقولة وكثير من الناس من الشيعة منذ ألف سنة يعني منذ قرن الرابع كانوا يقولون كيف يكون الله يعين إمام وهذا يغيب مدة طويلة وما يقوم بأي دور لا دور ثقافي ولا دور سياسي ولا دور اقتصادي ولا اجتماعي ولا أي شيء فكانوا يعني يشككون بهذه الفكرة قبل القرنين يعني في القرن التاسع عشر ظهر شخص اسمه الشيخ أحمد الأحسائي هو جاء من الأحساء وجاء إلى كربلة وذهب إلى إيران وكان يروج لفكرة ظهور الإمام المهدي بعد ألف عام من غيبته يعني أو من ولادته يعني ألف ومائتين وخمسة وخمسين أو ألف ومائتين وستين للهجرة سوف يظهر هذا الإمام وقال يعني كيف هذا الإمام عايش صار لألف سنة ألف ومائتين سنة قال أنه عنده روح معينة روح معينة روح الهيرقلائية هو موم جسد يعني إنما شيء بين الجسد وبين الروح هذه الفكرة اختراعها شيخ أحمد الأحسائي وقال أنه سيظهر وكان يروج بهذه الفكرة كثيرا سوى حملة شعبية يعني واسعة جدا للترويج هذه الفكرة ولكنه مات قبل أن يحل ذلك الموعد ثم حمل رأيته تلميله السيد كاظم الرجدي وأيضا مات قبل حلول الموعد لأنه تلاميذة وجماعتها كانوا مشبعين بهذه الفكرة وظهر واحد اسمه الباب علي محمد الشرازي الباب وقال أنا في البداية قال في البداية أنا باب المهدي ثم قال أن المهدي حل فيه روح المهدي حلت بهذا الشخص وأسس الحركة البابية ثم تطورت هذه الحركة إلى البهائية اللي هي الآن دين مستقل موجود في العالم اسمه دين البهائي جلبوا دين جديد غيروا الدين الإسلامي أصلا فالفكرة اللي يطرحها الشيخ أحمد الأحسائي أن المهدي مو جسد باقي بالتاريخ 1200 سنة شون يأكل ويشرب ويزوج ويعيش لا قال الفكرة هيروقلائية فكرة يعني عامة تحل بشخص معين فالباب قال حلت فيها تقريبا فكرة مشابهة طرحها السيد محمد الصدر محمد محمد صادق الصدر في التسعينات في موسوعته قال أنه المهدي يعني يمكن يحل بأشخاص آخرين وأنتم متعرفوا المهدي منه هو هذا المهدي اللي صار 1200 سنة غايب ممكن يظهر فيه شخصية سعيدة الخياط كما ضرب مثل لذلك فهذه الفكرة أنه محتمد المهدي يحل في جسد واحد آخر أو في روح إنسان آخر فتحت المجال للقول بأنه هو سيد محمد الصدر المهدي المنتظر كان عنده تلميذ اسمه الشيخ منتظر الخفاجي في التسعينات وجه خطابة للسيد محمد محمد صادق الصدر وقال له تزول الجبال ولا تزول عقيدتي بأنك أنت المهدي المنتظر فسيد محمد الصدر رفض ذلك طبعا وطرد هذا الشيخ وذهب بعد ذلك بعدما توفي سيد محمد الصدر هاي الفكرة أو هؤلاء الجماعة اللي آمنوا بهذه الفكرة طبقوها على سيد مقتدى وقالوا سيد مقتدى هو المهدي المنتظر هو المهدي الثاني عشر يا هذا نوع من الالتفاف على فكرة أن واحد مولود صار لـ 1200 سنة وغائب وكذا فشلون فنوع من تقريبا الثورة على الفكر الاثنى عشري لا أنه هذا الإمام هو هذا المهدي المنتظر وولدت فرقة أو جماعة اسمها أصحاب القضية القضية التي يعتقدون أن المهدي يمكن يحل بأي إنسان آخر هو المهدي ذاكي الثاني عشر يحله فيه المهدي مقتدى الصدر مثلا عند السنة الفكرة عادية ما مشخصيها بشخص معين كما كانت في البداية يعني في القرون الأولى أنه أي إنسان يقوم بثورة ويكون عادل يسمى إمام مهدي لذلك شفنا مثلا في السودان ظهر المهدي السوداني في القرن التاسع عشر أيضا وقاوم الاحتلال البريطاني في السودان وحرر السودان من الاحتلال مهدي يقول أنه مهدي أتباعه حتى الآن موجودون في السودان يقولون نحن أتباع المهدي السوداني ويتوارثون القيادة حتى أبناء فما هي المشكلة إذن في الاعتقاد بأن السيد مقتدى أو هذا الشخص أو ذاك هو المهدي المنتظر لماذا ينزعج السيد مقتدى الصدر من القول بأنه هو المهدي المنتظر المشكلة إذا أخذناها بالفكر العام الاعتيادي الطبيعي ما فيه هالة مقدسة وعظيمة أنه أي إنسان مصلح يمكن يسمى هذا مهدي زعيم مهدي قائد مهدي إمام مهدي إمام عادل يعني مسألة عادية صير وهذه الفكرة موجودة في القرآن الله سبحانه وتعالى يدعونا في القرآن ولتكن منكم أمة يدعونا إلى الخير ويأمرون بمعروف ينهون على المنكر يعني الذي يقوم بهذا الدور هو يعتبر إنسان مهدي مش رتكون إمام عالمي في كل العالم لا في بنفسه بعائلته بمحيطه بدائرته بمحلته بمدينته بأي مكان يمكن واحد إنسان صالح ومصلح الله هادي وديهدي الناس هذه فكرة عامة بسيطة يعني ولكن عندما أنطرها بإطار الأسمة والإمام الإلهية وهذا هو الثاني عشر الغائب وندخل في عالم الأساطير والخرافات والأحاديث الظنية أخبار الأحادي الظنية نترك القرآن الكريم القرآن الكريم يعطينا فكرة يعطينا مبدع ما يحدد شخص معين ولكن الأخبار والأحاديث خصوصا والأحاديث لا تعطينا خرافات وأساطير ويسوينا فذهالات ضخمة حول هذا شخص أو ذاك أنه هو هذا المهدي الذي سيغير العالم كله ما عندنا شكرا هكذا شيء في الإسلام أو في القرآن الكريم من هنا تأتي الخطورة عندما نضف في صفة الأسمة والإمام الإلهية وأنه هذا الإمام المهدي مثل هذا ما يعرف بحذام أو حيدر العبودي الذي يشرح بهذا الفكر ويقول أنه هذا هو معصوم هو عين مقبل الله أضفى على شخص السيد مقتدى أو مقبله على شخص أبيه أنه هو الذي يتمتع بهذه الصفات الإلهية المقدسة هنا تأتي المشكلة والخطورة ولذلك السيد مقتدى يرفض هذه الفكرة لأنه سيجعل منه شخصا مثلا إلهيا هذا يخرج عن الجو السياسي وجو المشاركة في الحكومة وحتى يمنعه عن الإصلاح لأنه ستكون لديه ضده معارضة قوية لو تبنى هاي الفكرة البعض يقول لا هو متبني هاي الفكرة ولكن لا يصرح بها ينتظر وقت المناسب أنا لا أعتقد بذلك أعتقد أنه سيد فعلا رجل متواضع ولا يؤمن لا يؤمن بهذه الفكرة لنفسه ولا لأي أحد ولكن الجو العام اللي هم أخذوا هذا كتاب السيد محمد الصدر الموسوع المهدوية وفيها كلام من القبيل وأنا شرحت في محاضرة سابقة يمكن تراجعوها أيضا أنه لماذا هذول الأصحاب القضية يؤمنون بهذه الفكرة ومن وين جاءتهم الفكرة هذه جاءتهم الفكرة من تفسير السيد محمد الصدر وقولي أنه خفاء الأنوان أن المهدي موجود بس الأنوان يختلف الأنوان يختفي فممكن أي إنسان عادي يمكن يقول لي هذا هو المهدي الثاني عشر الغائب مناصر نوع من التطوير محاولة الخروج عن فكرة انتظار ذلك المهدي الغائب ونسوينا واحد جديد ونسوينا حركة وتيار وكذا اللي يعني ينحرف عن أهداف الإصلاح إحنا طرحنا هذا السؤال على الأخوة في الفيسبوك أين المشكلة في الاعتقاد بأن مقتدى الصدر أو هذا وذاك هو المهدي المنتظر لماذا ينزعج السيد مقتدى الصدر من القول بأنه هو المهدي المنتظر وكانت فيه تعليقات لطيفة وكثيرة في الحقيقة أنا اختصرتها اختصارا للوقت وما لطول عليكم في اليوتيوب كثيرا أقرأ بعض هذه المداخلات الأخ عبدالحسين أوريان يقول أول مرة خلي نثبت وجود المهدي الأصلي بعدين نجيب هذا وذاك ولا رواية عنده شيعة موثوقة السند حول ولادة المهدي صحيح وما عندنا ما عندنا أي رواية كل علمان يقولون أدلة تاريخية حول ولادته ولادة محمد بن حسن العسكري لا توجد ولكن توجد روايات عامة يحاولون يطبقوها ويأولوها إبراهيم الحاج هادي السعيدي يرد على الأخ عبدالحسين يقول هذا غير صحيح قبل روايات الشيعة هناك حديث النبوي شريف يا علي أنت أول المهديين طيب هذا الحديث ما يجل على ولادة محمد بن حسن العسكري أنت مهدي أو أول المهديين ما في مشكلة إذا كان صح الحديث يعني ما يجل على شيء معين الآن خالد المولى أيضا يؤكد كلام عبدالحسين عريان يقول أحسنت أستاذ هذا عين العقل أبو لارا إيساوي يقول المشكلة بالنسيج الاجتماعي والعلاقات العامة في البلد ومنها السياسية المهمة يعني هذه الأفكار ستدخل فيه النسيج الاجتماعي وسنوينه في التيار فوق الديمقراطية وفوق السياسية وفوق العمل السياسي فالحركة ثانية بعد ما يقول لا أحد ينتقد لا أحد يفكر لا أحد مثلا يناقش يرد لا كهربة الجو السياسي رياض العراقي يقول لا مشكلة إذا اعتقدنا أنه سيء مقتدع هو المهدي لأن النظرية مفتوحة على أوسع أبوابها إذا أخذنا بل معنا نعم أي مصلح ممكن نقول هذا نعمل أن يكون هو مصلح ولا نجز مئة بالمئة ولكن نقول ممكن هذا ممكن ذا أي حاكم عادي لطبق العدل ممكن نقول هذا عليه بصورة نسبية يعني مو بصورة عالمية مطلقة إبراهيم الحاج هادي السعيدي يرد على رياض يقول النظرية مقيدة فقط بالإمام المهدي طيب يا أخ إبراهيم متى قيدت خلنترسها ونشوف نترس تعليقها أنه الإمام الثاني عشر عندما قلنا هو الإمام المهدي متى قلنا بذلك ومن قال بذلك وما هي الأدلة كيف أثبتنا المهدوية لهذا الإنسان اللي ما ثبتنا وجوده وولادته وأبوه كان ينفي وشيعة وقعوا في حيرة وقاموا يستهزئون بعد ذلك ورفضوا فكرة أنه إنسان باقي على قيد الحياة مدة طويلة كما قال الإمام الرضا للواقفية الذين قالوا بأن موسى بن جعفر هو المهدي المنتظر وهو غائب فقالهم لو كان الله بأحد حاجة أن يمد في أموره لمدى الله في أمر رسول الله لماذا يموت رسول الله أمره 63 سنة ويبقى أبيه أمره طويل شوفوا هذا منطق أهل البيت فالاعتقاد بأنه فلان المهدي وأنه باقي على قيد الحياة هذا ضد منطق الإسلام وضد منطق أهل البيت أموسي فالأخ يرد على إبراهيم يقول من يشخص الإمام هذا الإمام أبو داد أبو لارا الأيساوي يقول لأنه ليس المهدي يعني يجيب على سؤالنا الأول لماذا ينزعج السيد مقتدى من القول أنه المهدي يقول أنه مو مهدي وينزعج الأخ عبد الحسين عريان يقول إذا يقبل الفكرة إذا سيد مقتدى يقبل فكرة أنه هو المهدي شي خلصنا أو شي خلصها هو هو هتي وما خلصان المراجع وأولادهم وأحفادهم تقريبا مقتنعون بفكرة عدم وجود المهدي أو الظهور ولكن هو يعني شي سوى معهم موسى أو مؤيد معرف مسدد أو اسم ما قلت أقراء عبد الوهاب يقول أنهم يعرفون تمام المعرفة أن المهدي الذي يعتقدون أنه غائب خرافة وأن المهدي الحقيقي لم يستضل زمانه بعد من هو المهدي الحقيقي يا أخ يا عبد الوهاب من هو المهدي الحقيقي ما لدينا شي واحد اسم المهدي الحقيقي أن كل كل إنسان يجب أن يكون مهديا كل واحد مننا يجب أن يكون مهديا هاديا ومهديا في دائرة حتى يصلح المجتمع ويقوم بالإصلاح أبو علي المالك يقول يجيب على السؤال يقول لأنه ببساطة اسمه مقتدى وليس محمد بن حسن العسكري وهي الفكرة قاعد تطور الآن محمد بن حسن العسكري ليس له وجود ولم يولد قط أبوه ما كان يعرفه ولا يعترض بولادته وأهل البيت كلهم ما يعرفوه أنه هذا الشخص احنا اختلقناه في أذهاننا وجاين بعض الناس يرجون طبقوه على سيد المقتدى ففي نوع من التأويل والتطوير والمزج حسين تركي الخفاجي يقول في حد قولهم أن المهدي غائب ويمكن أن يكون موجودا في مكان ما ربما يكون هو أو غيره حسب اعتقادهم ويحل بشخصية شخص آخر فيحل بشخصية السيد المقتدى أرشد العابدي يقول وهل يعكل كان من يكون الفلان سيجيب أوصاف أنا ما أحب أكررها أن يكون هو المهدي المنتظر أو المهدي المعود مثل الشخص المعني ما لكم كيف تحكمون والله يقول لا ينالوا عهدي الظالمين التطبيق الخارجي الناس يختلفون على أي زعيم على أي رئيس في العالم الناس يقولون هذا خوش رئيس وناس يقولون لا هذا موزين أبو محمد صادق ماجد يرد على هذا الأخ يبدو يقول شوية خلي يصل عندك فهم يعني هؤلاء الفسقة ادعوا هذا الادعاء فحاربهم سيد مقتدى بأفكار ما من حرفه يعني اشتردوا يفعل يعني هو رافض الكلام ليش بعد نجلبين به ويقول هو حدث صار وعالج الموقف سيد مقتدى بتجميد أو بتصدي الحكومة لهذه الأفكار من حرفه يعني اكو معالجة ونفس الوقت تبنيد الاتهامات التي يتهم لبعض سيد مقتدى بها الرديف شاكر يقول المهدي المنتظر من الناس العاديين يكون يعني فكرة عادية يرد عليه إبراهيم الحاج يقول الإمام المهدي عليه السلام من ولد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام حصرا طيب هذه أحاديث يا أخ إبراهيم يعني دائما فكرنا فكر أخباري نعتمد كل على الأحاديث وأحاديث الضعيفة ونشرحون الكتاب الغيبة للطوسي وطلعون المواصفات وطلعون العلامات ويعطون الكذا وعلى ضوء تلك الأحاديث أخبار الأحادي البسيطة والضعيفة والمرسلة يبنون عقائد ويبنون أفكار وحركات فيرد الأخرى على إبراهيم يقول له بس من الناس العاديين من صلب الرسول يعني مو معصوم ولا عند صفة إلهية أحمد زويد يقول نظرية المهدي جعلت من المذهب الجعفري مذهبا ميتا مو كل المذهب الجعفري خط الموسوي المذهب الجعفري انقسم إلى إسماعيلية وأقسام عديدة بس الباقي من عند الآن المذهب الإسماعيلي خرج الإمام مهدي مالهم وثم أقاموا دولة ثم نقسم إلى فرق عديدة نظارية ومستعالية ومشارك ولكن نتكلم عن المذهب 12 يقول جعلت من المذهب الجعفري مذهبا ميتا واتكاليا وكل الأهداف متوقفة على ظهور المهدي وهذا جعل أغلب قادة هذا المكون أو الطائف يعني يؤمنون أن هناك أهدافا مستحيلة أو مستحيلة التحقق تتحقق على يد بشر عادي إلا يجي واحد من السماء حتى يحقق هاي الأهداف لعدل المجتمع إحنا شنو دورنا ننتظر فقط لا نقوم بمبادرة لإحقاق الحق والعدل في المجتمع علما أن النظرية المهدوية وولادة الإمام ليس لها سند تاريخي أو رواي يدعمها غير رواية حكيمة اللي هي رواية رعيفة ومرسلة وما بها سند وبعد مئة سنة طلعا فيرد علي الأخ إبراهيم يقول له قالها من هو أفضل من حكيمة رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا قال رسول الله يا أخ إبراهيم أرجو إذا كنت اسمعني أنت توقف على هذه النقطة ماذا قال رسول الله قال سيولد محمد بن حسن عسكري ويعيش آلاف السنين ثم يظهر هذا حديث ما موجود وغير معقول والنبي لم يكن يتحدث عن الغيب بهذه الصورة إلا ما قال الله تعالى في كتابه الكريم فهذا الحديث شوية توقف عندها توقف عندها حتى تدرسها وتنظر فيها وتفكر فيها يعني مو كل حديث صار آية قرآنية يعني هاي مشكلتنا أنه إحنا نجعل أخبار الأحاد كأنها آيات قرآنية وخلص مئة بمئة صحيحة ودلالتها أيضا صحيح الأخ سيد حيدر مو سوي يجيب على السؤال الأساسي معنا أنه لماذا منزعج سيد مقتدى من هذا القول يقول ليش لا شون المهدي أحسن منه لو أبو المهدي أحسن من أبو مقتدى عليه السلام يبدو الأخ سوية يعني كلامه مدقية وكما قلنا لكم أن يعني منتظر الخفاجي قال أنه يعني هو سيد محمد الصدر هو المهدي منتظر الأخ محمد علي هاشم يقول البارحة سألتك هذا السؤال وكانت جوابك أني سألني أنت لماذا لا تطلق على نفسك المهدي المنتظر فقلت له أعوذ بالله أن أدعي شيئا من ذلك ولكني أحاول أن أسير على هدى الله فهو يعلق يقول لماذا ترتقيه له ولا ترتقيه لنفسك لماذا تقول مقتدى هو المهدي وأنت ما تقبل نفسك عن المهدي يا صاحبي احملني على سبعين محمد في الحقيقة لا أنا أدعي هذا الشيء نفسي ولا أدعيه حتى لسير مقتدى أنا ما أدعي ولكن أقول يعني ليش الفكرة إذا كنت فيك فكرة عامة ممكن تنطبق على أي إنسان إذا كان حقيقة هو عادلا ومطبقا للعدل يمكن يكون نسميه هذا إمام الأراقي المغدادي يقول هو أصلا يعلق على سؤالنا الأساسي حول سيد مقتدى يقول هو أصلا مدعيها من قبل وكل مقربيه وحاشيته وأنصاره يروجوا له بس تفكيره ومصلحي وتفكيرهم عاطفي يعرف فيش وقت يعلنها هاي نتيجة خرافة المه هذا طبعا كلام الأخ حسن قعيد يقول لا مشكلة أبدا في ذلك الاعتقاد ولسبب واحد فقط هو أن المعتقدات والآراء والإدعاءات تغزت اليوم المجتمع وأصبح الخطأ والصوام فيها سيان عبد الرزاق نوري يقول كلنا مهدي إذا واحد أمل بأوامر الله تعالى فيمكن يقول هو مهدي ولكن لا يزكي نفسه معتاز معتاز الدليمي يقول الكثير من الناس ادعوا أنهم المهدي كما بيّنت لنا في كتابك تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقر أبو عبد الله البصري يقول المشكلة في الذين يشخصنون القضية ويربطونها بالشخص الذي يعتبرونه هو رمز الأمة ورمز الإسلام والإنسانية والدين وهو لا يملك مؤهلا أكاديميا أو غيره من المؤهلات سوى ذلك الإعلام الأجوب الذي يستند لقاعدة شعبية جاهل حسن الأقالي يقول لأن ببساطة المهدي حسب المروي لديه علامات وصفات لا تنطبق على مقتدى ولا على غيره لكن إذا أثبتنا بأن المهدي هو فكر وليس شخصا فهنا قد تنطبق على مقتدى وعلى غيره عباس صباح يقول شيخ أحمد نحتاج مصنف بالمهدي الصدر على غرار عمالته حول المهدي الثاني عشر حسن جبار الفرطوسي يقول وإذا كان اعتقادي أنه ماكو شيء اسمه مهدي منتظر والدليل هو القرآن لا يوجد نص بهذا الخصوص من أين جئتم بها خليل الصبيحي يقول أنا متابع لما كتبته حول إمام المهدي لهذا سنسمع الكثير من يدعي أنه المهدي للضحك على عقول البعض أو لا هو ما يدعي أكناس الدؤولة الكلام عارف كايد الأحمدي يقول لأن المهدي المنتظر كذبة كبرى كريم عبد يقول المشكلة أن فكرة المهدي المنتظر تجاوزها الزمن حيث استطاعت الإنسانية المعاصرة بعد صراعات فكرية وسياسية مريرة استمرت آلاف السنين تأسيس الدولة الحديثة دولة سلطة القانون وتكافؤ الفرص حيث يساهم جميع المجتمع في تخطيط وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرقي بإنسانية الإنسان بالتعرف على مشاكله وأزماته والبحث عن حلول ملائمة لها شعوب العالم ألقت بثقافة الخرافات والأساطير وراءها ونحن لا نزال عارفين أو غارقين في أسر ربع الله وأصحاب القضية ومن يسرقون المال العام مدعين أنهم يحتفظون به إلى أن يظهر صاحب الزمان فيسلمونه له شيخ سيد أو سيد أحمد يقول ما دمت تدعو لاتباع منهجك وخطك التارك لأهل البيت عليهم السلام فأنت ضمنيا تتبنى مهدوية بطريقة دمولماسية هذا الأخ من موريتانيا يبدو عليه وجاي ويوجهنا التهم أنه إحنا نتاركين خط أهل البيت ما عرف خط أهل البيت هو هو ماذا وكيف نتعرف عليه وكيف إحنا ما نحرفين عنه وكيف هو ملتزم به مالك الأشتر النخعي يقول يجواب على سيد المقتدى لماذا يرفض يقول لأنه ورع وتقي لا يقبل قول الزور والباطل وتقمص دوري غيره جواد علي يقول هنا كل يوم يطلعنا مهدي ويسير من أبوابك لا وعد كان الخداع حسن علي يقول المسيح قال اليهود أنا المخلص المهدي المنتظر صلبوه مقتدى منه يقدر يصلبه أعتقد أتباعه من الصدريين وجيش المهدي يدعمونه ونسمع عن كراماته ومعجزاته ويزعم بأنه يعرف منطق الحيوانات ويمكن نشوف هدود حوله يقول هذا هدود سليمان وهذا عصى موسى وفقر أسية عمامة الرسول هذا شعات حوله هو لا يقول لا نوار الأسدي يقول أغلبية الشعب أطال بأطال وجاهل فيلتقي بسوالف عجائز التراث محمد الجراح يقول لا معنى عندي أن يكون هو المهد مختبئ أو يكون غيره المهم أن يهتدي لنفسي ويستطيع أن يهدي داود البصري يقول المشكلة كل المشكلة تكمن في أقول الأغبياء الذين يعتقدون بأن هناك شيء منتظر هما ما يتحركون جهاد البدر يقول سبب غلال أصحاب القضية القول بالتقية هذا يضع أصبع على شيء مهم جدا في هذه الفتنة في الحقيقة المشكلة أن هؤلاء يؤمنون بالتقية والتقية ماذا تعني قلب أقوال الأمة هذه مشكلة قديمة كانت في زمان الأمة الناس يستخدمون التقية غطاء لتمرير أقوالهم وخرافاتهم وأساطيرهم وأكاذيبهم باسم الأمة الأمة أعلن ينفون يكذبون يتبرؤون يلعنون وكل هذا ما يفيد يكون الأمة دي مرسولة التقية بعد ما نقدر حصل منهم على أي شيء حقيقي لا نعرف الحق من الباطل فالأخ جهاد البدر حفظه الله يضع أسباحه على نقطة مهمة جدا يقول سبب ضلال أصحاب القضية القول بالتقية الذي يجعلهم لا يصدقون صدر مهما نفى هذه المدوية عنه بحجة أنه المهدي وهو ينفي المهدي ولكنه يتقي الأعداء وتبني الفهم الرمزي الذي وللأسف كان نتيجة من نتائج منهج الصدري الموسوعي حسب موسوعة الإمام المهدي في فهم واستيعام الروايات المهدوية الموضوعة التي لا يمكن إسقاطها على الحاضر إلا بنوع من التأويل والرمزية هذه مشكلة سيد محمد الصدر هو خالقة ولكنهم في المستقبل وفي حاله فات الصدر حتما سينتهون الاعتقاد الغيبة سيقولون مهي مقتل الصدر غاب لم يقتل كما السابقون الذين قالوا إمام عي لم يقتل إمام حسين لم يقتل الغلات كان يقولون ذلك إمام موسى الكاظم لم يقتل ولم يموت في السجن وهكذا ومحمد محنفية ومحمد لنفس الزكية وغيرهم نفس الشيء ستكرر في المستقبل والذي يمثل طيلة تاريخ التشيئ حلا جاهزا لكل معضلات عقيدة الإمامة الله جايب لنا إمام معصوم معين من الله ولكنه غائب وإنجا الموضوع يعني يحلون المشكلة في هذه الطريقة محمد الإمام الحافظي يقول ما لم تختفي من ثقافتنا أسطورة المهدي المنتظر الوهمية التي ركبها ويركبها شياطين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدونهم عن الهدى فإن بقاءها بأي صفة ستبقى بؤرة لكل آفة ما السام الرائي تقول أتعجب عند ذكر المهدي بأننا ندعو الله أن يعجل فرجه عنه إذن كيف سيكون هو خلاصنا إذا هو كان عاجز ولا يستطيع أن يقوم بعيشه ونسأل الله يحط يفرج عنه العبد الموالي يقول ليس من الغريب عليك أن تطرح مثل هكذا استفتاع لا يخلو من الاستهزاء المبطل يقول لأنك لا تؤمن بقضية الإمام المهدي والقضية المهدوية من الأساس فلا فرق بينك وبين أصحاب القضية جهة الاشتراك واحدة لا حولها ولا قوة إلا بالله العظيم وأخ آخر اسم عبد المجيد الطبري يقول إذا كنت لا تؤمن بالإمام المهدي فلا تستهزئ بما يؤمنون بهذه العقيدة بصراحة أنا أسألكم أيها الأخو المستمعون أو القراء الكرام مني أي استيزاء أنا دع أطرح فكرة ثانية في فكرة تقليدية ولدت في القرن الرابع الهجري وتركبت على شخص موهوم اسمه محمد بن حسن عسكري وقاله هو المهدي وغائم وسوف يظهر وكل راية قم لراية المهدي هذا المهدي فراية فراية الضلال وصاحبها طاغوت وخدرت الشيعة ألف عام دع نبحث فكرة أخرى أنه إذا إحنا أخذنا الفكرة الأساسية الأولى أي إنسان عادل ويطبق العدل ممكن يكون هو المهدي ما فيه شيء استيزاء ما أعرف موين شاف الأخ الاستيزاء المبطن ما فيه استيزاء دع نطرح فكرة مقابل فكرة أخرى وإذا أنت عندك دليلهم تطرح فكرتك وإحنا نطرح رأيك الأخ سلام حامد يقول فكرة المهدي المنتظر الشيعية أسوأ فكرة خادعة ميتة وتحيا لخداء البسطاء عقيل أذاب العبادي يرد عليه يقول كل العالم يؤمن بها ولولا وجودها ما وجدنا شيء اسمه الإمام الممتحدة العالم كله تواق لحكومة موحدة عادلة ولولاها لا أصبح الله ظالما خلقنا عبثا بلا مشروع ولا غير يعني فكرتك متناقضة يا أخ عقيل من ناحية تقول نحن نتحدث عن شخص معين هذه الأخ سلام حامد تتحدث عن فكرة محمد بن حسن عسكري الفكرة المخادعة والميتة التي خدعت الشيعة وهمشتهم ألف عام فالفكرة العامة نحن نطرحها والآن نقول أنه ممكن فكرة عامة توجد وتكون حركة عالمية من أجل الممتحدة مثلا من أجل العدالة ولو الممتحدة سووها يعني باحد العربة العالمية الثانية من أجل دول المصالح الدول الكبرى يعني ولو يتضم المبادئ العدالة الاجتماعية ويجب أن نسعى لكي نحقق العدالة على الأرض محمود سلمان يقول أستاذ أحمد المشكلة تكمن في مفهوم المهدي لأن الاعتقاد السائد بالمهدي هو ذلك المقدس الذي لا يضاهيه شيء وليس كما تعتقده جنابكم بأن المهدي هو ممكن أن يتجسد بأي مخلوق المهم أن يحمل صفات الهداية بعيدا عن النسب والقومية والديانة نظم فراك علي الحساني يقول هل غيرت رأيك بالمهدي المنتظر؟ أما كنت تمثي وجوده جملة وتفصيلة؟ لا أعرف أنت يا أخ نظم كيف فهمت من عندنا أننا الآن غيرنا رأينا ودعنا نؤمن بوجود محمد بن حسن العسكري نقول فكرة عامة هذه الفكرة عامة يمكن تبعثنا يمكن تحيينا إذا كل إنسان شعر أنه ممكن يكون إمام مهدي لذلك أنا أقول ليكن كل واحد مننا مهديا ما ننتظر واحد يجينا من السماء الله جاء بالنبي محمد آخر أنبياء وإعطانا القرآن فيه هدى كل شيء علينا أن نطبق القرآن أن نطبق العدل في المجتمع فهذه فكرة نحن نقول نحول هذه الفكرة المخدرة إلى فكرة تحيي الأمة فأنت لا أعرف كيف يعني لا أخذ انطباع عني بشكل معاكس علي العجيل يقول ولماذا لا يكون المسلمون جميعا المهدي كل واحد يكون مهدي يعني وهو ما يريده الله سبحانه هذا ما أقول به أنا أيضا كما يحثنا ديننا أن نكون صادقين مؤمنين حقا نأمر بمعروف وننهى عن المنكر هذا الشيء المطلوب في القرآن أما فكرة أو نظرية انتظار الذي سيمنع الأرض قصة وعدلة كما ملئ الظلم المجورة فتعني سباتا طويلا على أوضاعنا المزرية والفاسدة لا نهاية له لهذا السبات وفعلا هذه خلاصة ما نريد أن نقوله الأخ علي العجيل حفظه الله لخصنا الفكرة تماما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته